بجعنا لكم مشاهدين في كل عام تحتفل مملكة البحرين بيوم الشراكة المجتمعية وجاء احتفال هذا العام تحت عنوان الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على تشجد شين الخطة البطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيح قيم المواطنة بحرين وطبعا للحديث أكثر عن هذه المبادرة يسعدنا اليوم أن صديق الأستاذة هالة سليمان مدير المكتب التنفيذي للمبادرة صبحت الله بالخير أستاذة الله يصبحكم بالخير والنور في البداية سيد الحم نتكلم عن أهمية الشراكة المجتمعية في تطبيق هذه الخطة وتعزيز قيم المواطنة طبعا أكيد الخطة الوطنية هي مبنية على أسس الشراكة المجتمعية الخطة الوطنية بحرين هنا تركز على نقطتين تعزيز الانتماء الوطني وترسيح قيم المواطنة أنا أكد دايما في مقابلاتي أو في لقاءاتنا كمكتب تنفيذي على نقطتين الانتماء الوطني والمواطنة موجودة في كل مواطن ولكن تهدف الخطة الوطنية إلى نقطتين التعزيز والترسيح الخطة الوطنية جاءت برؤية قيادة الوطن جلالة الملك لأهمية موضوع الانتماء الوطني لأهمية موضوع المواطنة وتم تنفيذها من خلال مبادرة تشنها معالي وزير الداخلية فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله خليفة وتم تفعيل الخطة الوطنية لأن تصبح الآن على أرض الواقع وإحنا اليوم نحتفل بمناسبة مرور عامين حلوة يعني أستاذة من هم الشركاء في الخطة الوطنية ونبي نتكلم إش لو ممكن أن تساهم هذه الشراكة في تنفيذ أهداف ومبادرات الخطة بشكل عام ولو تعطينا بعض الأمثلة على هذه بحريننا هي مستقبل الوطن بحريننا هي مستقبل إحنا من خلال الشركات الموجودة نصنع مستقبل الوطن لنا للأجيال القادمة ولمملكة البحرين شركاء الخطة الحاليين اللي يقومون بتنفيذ المبادرات الموجودة على الأرض الواقع حوالي 25 مؤسسة حكومية وشبه حكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية هناك العديد من المبادرات ولا يمكن تنفيذها بشكل منفرد على سبيل المثال وجودنا معاكم اليوم وهو أكبر دليل للشراكة وزارة شؤون الإعلام، هيئة الإذاع والتلفزيون، المؤسسات الإعلامية الخطة وطنية من خلال إيصال الرسالة للجمهور وطبعا من خلال العام الماضي بالتأكيد كان لكم العديد من المبادرات والبرامج اللي يمكن صدابته في جائحة كورونا مثل ما نقول ووقفت الكثير من الأمور وعطلت الكثير من هذه المبادرات لكن أكيد اتخذت طرق بديلة من أجل تطبيق هذه المبادرات والبرامج شنو تم التعامل مع جائحة كورونا؟ أنا أعتبر جائحة كورونا عبارة عن نقطة تحول للعمل الرقمي نقطة تحول وتأكد أيضا مسألة المواطنة الموجودة ضمن المواطنين لأن جائحة كورونا كانت مثال لمملكة البحرين والمواطنين والمقيمين على أرض الوطن إن شون ممكن إحنا من خلال المسؤولية المشتركة المجتمعية إن إحنا نخدم الوطن عدد المبادرات اللي تم وضعها تحت الخطة حاليا 107 مبادرات تم تنفيذ 81% من المبادرات الموجودة اللي تم تفعيلها بشكل كامل والانتهاء منها 41% من هذه المبادرات 40% جاري تنفيذها إذا بتكلم أنا من ناحية النسب والأرقام التحول الرقمي ساعدنا إن إحنا نتواصل وي الجمهور ونستمر بالتواصل معه على أساس إنه يسهل عملية إتمام المبادرات المبادرات تم توثيقها ضمن وثيقة اللي هي كما تتبين في الكاميرا بس وثيقة يتم تجديدها بشكل سنوي ومراجعتها لتوثق جهود الشركاء الموجودين بس في نفس الوقت أيضا عندنا نظام إلكتروني وموقع إلكتروني اللي يوثق الجهود ويقوم بدراسة أثر هذه المبادرات في تنفيذ أهداف هذه الخطة يعني استرادة أنت ذكرتي 107 مبادرة تم إطلاقها في هذه الخطة بشكل عام وقلت أن 60% أعتقد تم تميثها 81% تم إنجازها بشكل عام إلى هذه العام لم ينتكلم أكثر عن هذه المبادرة التي تم إنجازها وتم العمل عليها تمام أنا يمكن هي الأرقام هي بس أرقام على أساس تعطي للجمهور أو للمواطنين فكرة عن ما تم إنجازه هي أرقام توثق الإنجازات تتأكدها لكن يمكن الأهم من الأرقام أثر المبادرات اللي تم طرحها أكيد ورغم أننا نقول 107 مبادرات ولكن المكتب التنفيذي وأيضا لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية اللجنة الوزارية ليرأسها مع الوزيرة الداخلية ومجموعة من الوزراء منهم وزارة التربية والتعليم وزارة الإعلام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة الصحة وزارة شؤون الشباب وزارة شؤون الإعلام وغيرها من المؤسسات يهمها في النهاية ليس الكم ولكن ما هو الأثر اللي بيتم الأخذ به بعد الانتهاء من هذه المبادرات بعض الأمثلة من المبادرات ويمكن أجمل مثال وأكد عليه منصة المتطوعين منصة المتطوعين كانت أكبر مثال إلى انتماء وولاء المواطنين وأيضا المقيمين على أرض هذا الوطن هناك أيضا منصة سجل الخبراء اللي هي الآن أعتقد بيكون تدشينها تحت مسمى خبراء البحرين الفكرة من هذه المبادرة اللي هي جمع بيانات تخص المواطنين اللي عندهم الخبرات واللي عندهم القدرات الاستشارية بناء على معايير واضحة يتم الاستفادة من قدرات المواطن البحريني محليا وأيضا خارجيا قريبا إن شاء الله بنسمع بتدشين مبادرة يوم العلم وهو الاحتفاء بعلم مملكة البحرين ما أعتقد بتكون إجازة وطنية ولكن هي احتفاء بمعنى العلم ورمزية العلم وأهمية علم مملكة البحرين في مجلة وطني مجلة وطني اللي هي جزء من مبادرات وزارة الداخلية أيضا الآن يتم العمل على إمكانية رقمنة هذه المجلة اللي مرت بعدة سنوات من النجاح واللي هي الفكرة منها إيصال القيم وتعزيز المواطنة لدى الأطفال والناشئة بيتم تحويلها إلى منصة تفاعلية أعتقد جيلي اليوم ويمكن أنت أكبر أثبات حاليا سابقا كانت الناس تمسك الأوراق الحين آيباد فحتى الطفل اليوم هل هو مستعد أن يسمع لغة الخطاب من جهة واحدة ما أعتقد فالفكرة من جميع هذه المنصات أنها تكون رقمية وتكون تفاعلية وأيضا استفزاز العقل وتحفيز العقل للتجاوب مع المعطيات المختلفة على حسب كل مبادرة يعني ما شاء الله بحسب ما سمعنا مبادرات كثيرة ومتنوعة ومختلفة أكيد أنتم في المكتب التنفيذي تقومون بعدد من الدراسات من أجل أنجاح مقاومات الخطة الوطنية بحرينة ما هي أهم الدراسات التي تقومون فيها في المكتب التنفيذي؟ أنا لازم أقول كلمة شكر لفريق لجنة سياغة الخطة الوطنية في 2018 كان هناك فريق من الأكاديميين من الباحثين من الحقوقيين والإعلاميين من المؤسسات الوطنية المؤسسات الحكومية والخاصة التي اشتغلوا لصياغة خطة وكانت الخطة مبنية على حلقات من العصف الذهني مبنية على خبرات وفكر بحريني تم تدشين الخطة 26 مارس 2019 اليوم وبعد مرور سنتين هناك تم تفعيل دراستين دراسة من خلال مركز الاتصال الوطني وهي دراسة القيم في الإعلام وذي طبعا خاص بمعرفة ما هي القيم المستهدفة وما هي القيم التي تحتاج إلى تركيز أكثر كون أن المملكة البحرين والمواطن البحريني يرمز إلى 18 قيمة أنا أحسني أن هذه النقطة نحتاج أن نتكلم فيها لاحقا ولكن أيضا هناك دراسة قمنا بها مع مركز دراسات اللي هي دراسة مؤشر التعايش وأيضا حاليا على استعداد النظر في دراسة تأصيل قيم المواطنة مع بعض الجهات اللي بيتم الإعلان عنها قريبا وإحنا محتاجين أن نستمر في قيم الدراسات بشكل سنوي على أساس نبني الخطة على أسس علمية نبني الخطة على أسس واضحة بالإضافة إلى العصف الذهني والفكر البحريني والخبرات الموجودة في ملكة البحرين طبعا أستاذا يمكن من أهدافكم أهداف الخطة الوطنية هو تعزيز الانتماء والمواطنة عند المواطنين بشكلها فأنا بنتكلم عن الأنشطة اللي قمتوا فيها وتعزز مثل هذه القيم نزل أنا بسأل السؤال سأسلكم امتحان كمدعين شنو اللي يميز المواطن البحريني؟ مدع شناني؟ حبه ولا الوطن؟ شنو بعيد؟ معروف بشنو المواطن البحريني؟ طيب تن؟ أنا بس كنت أنتظرك تقول الكلمة كل مقابلة، كل جلسة في البحرين أو خارج البحرين دائما وحتى يمكن المؤثرين في الإعلام الاجتماعي دائما يتكلمون عن طيبة المواطن البحريني وأخلاقه ويمكن أهم شيء، أهم عنصر يميز ملكة البحرين العنصر البشري والمواطن البحريني ولكن الخطة الوطنية هي أول وثيقة وطنية توثق القيم البحرينية ويوجد هناك 18 قيمة قيم إنسانية، قيم اجتماعية، قيم المشاركة العامة منها العطاء، منها التضامن، منها المواطن الصالحة، منها التعايش وغيرها من القيم هدفنا من خلال المبادرات ومن خلال البرامج اللي بيتم طرحها تعزيز كل هذه القيم وتأكيد هذه القيم وتأصيلها في المواطن البحريني أنا مو بس مواطن طيب، لا أنا عندي عطاء أنا مو بس مواطن طيب وحليو لا أنا أقدر أن أكون مواطن صالح أنا أقدر أن أتعايش مع المجتمع بكل مكوناته أنا أؤمن بأن مملكة البحرين فيها توافق وفيها مشاركة عامة وفيها شورة وفيها الاستماع إلى المواطن وغيرها من القيمة الموجودة ذي هي زبدة المبادرات اللي نحاول طرحها من غير ما تكون هي فقط مبادرات على أوراق وخطط لا هي خطط ملموسة تصنع مستقبل البحرين ولكن عشان يتم صناعة مستقبل البحرين نحتاج أننا كل واحد فينا المواطن، الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل بمكونات مختلفة أن يكون هناك شراكة مسؤولية ومجتمعية لرسم مستقبل البحرين أيضا من خلال هذه الأنشطة والمبادرات المختلفة أكيد لمستوا تفاعل الناس معكم شون شاهدتوا تفاعل الناس والمجتمع بشكل عام مع هذه المبادرات والأنشطة يمكن 2020 كان شوية هناك تحديات بما يخص النجاح الكورونا والتعامل بشكل مباشر مع المواطنين ولكن أيضا التعامل الرقمي ساعدنا أن نعرف منه الجمهور المستهدف ومنه أهم المهتمين بهذه القضايا وهذه الأمور يمكن من بعض الأمثلة اللي تمت وأيضا يجب أن نشكرهم اللي هو القطاع الخاص وكان من بعض المبادرات أو البرامج اللي تمت اللي هو حديقة الأعلام الكبرى اللي تمت في منطقة خليج البحرين خليج البحرين أو مرفع البحرين المالي وكانت عن طريق شركة جيافتش العقارية ففي العيد الوطني قاموا بتفعيل هذه الحديقة وتفاعل الناس مع هذه الأنشطة تبين لك حبهم للوطن اعتزازهم برموز هذه الوطن إذا كانت لها علاقة بالقيادة أو إذا كانت علاقة بعالم مملكة البحرين والأمور الأخرى هذه جزئية الجزئية الأخرى اللي هي المبادرات نفسها ويمكن أنا أعطي مثال مبادرة ترابط اللي تمت ما بين معهد البحرين التنمية السياسية والمحافظات الأربعة ووزارة الداخلية مبادرة ترابط كانت عبارة عن لقاء افتراضي من خلال مع المسؤولين من المحافظات والمسؤولين في مؤسسات الدولة وأيضا المواطنين وصار هناك في تفاعل وصار هناك حوار للاستماع إلى ما تم إنجازه من قبل مؤسسات الدولة وأيضا الهموم اللي موجودة أو إذا كان ما نسميه هموم مقترحات تطلعات المواطنين فذي مبادرات الفكرة بسيطة ولكن البعد ما لها أكبر من ناحية الأثر ومن ناحية إحساسي أنا أن هناك جهة مهتمة فيني هناك جهة حابة تسمع آرائي حابة أن يكون هناك في أفكار وغيرها من المبادرات الموجودة طبعا يعني لا بد أن نذكر أن أوسات الإعلام لها دور كبير أيضا في هذه الخطة وعلى انتشارها ويعني بشكل عام في المجتمع وتعزيز المواطنة أيضا والولاء فأنا بنتكلم عن هذه الدور الأساسي لوسائل الإعلام المختلفة حاليا إحنا يمكن أكثر شيء ما اعتمدين عليه هو الإعلام الرقمي ومسؤولية وصول الرسالة مسؤولية التواصل ويالمجتمع هو ليس فقط على عاطق المكتب التنفيذي ولكن كل الجهات المشاركة في الخطة الوطنية أيضا تقوم بترويج وتعزيز مفهوم المواطنة دي من جهة الجهة الأخرى تواصلنا مع الصحافة الوطنية تواصلنا مع الإداءة والتلفزيون ويمكن أنا أذكر بعض الأمثلة الجميلة منها برنامج وطني المسائي واللي يتكلم عن منجزات الوطن وعن أهم المبادرات والمشاريع الموجودة تواجدنا اليوم معاكم في شمس البحرين أيضا هناك في شهر رمضان برنامج السارية واللي هو بتنظيم لجهة الموضوع الشعبي وتلفزيون البحرين اللي يركز أيضا على نقطة مهمة نحن الجيل الحالي يمكن لما تتكلم تستخدم مصطلحات أو كلمات ما يفهم ما عنده فكرة عنها فبرنامج مثل السارية يعزز الموضوع الشعبي ويعزز ارتباط المواطن البحريني وأيضا المقيمين على أرض الوطن بما هو تاريخ البحرين ما هو الموضوع الشعبي شناش الأمور المتعلقة بالتراث وذي أيضا جزء مهم من الخطة الوطنية واللي يتم تعزيزه من خلال مبادرة مختلفة من خلال وزارة التربية والتعليم من المناهج والمقررات والبرامج الموجودة من خلال مجلة وطني حتى وزارة الشؤون الشباب والرياضة عندهم مسابقة للمراكز الشبابية اللي من خلالها حطين معايير شلون المراكز الشبابية تهتم بتعزيز المعرفة وتأكيد وتأصيل ما هو متعلق بالموضوع الشعبي طبعا نساعدها لسليمات من لكم كل التوفيق ونورتين بتواجد